بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة معالي السيد أنتونيو كوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أعربة عن التناننا وتقديرنا للسيد فولكان بوزكير رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة على كافة الجهود التي بذلها من أجل الإعداد والتحضير لعقد هذه الجلسة الهامة والتي جاءت بطلب من المجموعتين العربية والإسلامية بضوء أعمال العنف والاعتداءات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأود أن أؤكد هنا على دعم وتأييد دورة الكويت لبيانات المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الحياز في هذه الجلسة كما أشكر معالي أمين العام على مداخلتي سيد رئيس يصادف هذا الشهر الذكرى الثامنة والخمسين عن انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة ففي الوقت الذي تجدد فيه بلادي التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل على دعم كافة الجهود لإحلال السلام فقد حرصت دولة الكويت على التواجد معكم اليوم لتجديد دعمها والتزامها الثابت والمبدئي في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونحييه هنا ومنع على هذا المنبر على صموده ونضاله لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة سيد رئيس قبل 76 عاماً عندما ارتضينا جميعاً ميثاق الأمم المتحدة الذي أنشئت بمقتضاه منظمة الأمم المتحدة تعهدنا جميعاً أن نجنب الأجيال المقبلة ويلات الحرب وأن نحترم الحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وتحقيق العدالة وحفظ السلم والأمن الدوليين هذه الوعود التي قطعناها جميعاً على أنفسنا لدى انضمامنا لهذه المنظمة الدولية إلا أننا نجتمع اليوم في جلسة خاصة تحت البندين الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وسط قلق كبير ينتاب المجتمع الدولي جراء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المتمثل بالعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني إنما نشهده اليوم من جرائم شنيعة ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير شرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والاستلاء على منازلهم وممتلكاتهم والاعتداء عليهم أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي ما هي إلا ممارسات تؤكد تكريس إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لسياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق وأن تنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان إن دولة الكويت تدين بأشد العبارات كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة ولجميع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها ومن ثم تهويدها سيد الرئيس يدرك الجميع أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية وتبقى مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية عام 1967 كما يبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ذو أهمية ومكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم وإذا ما أردنا اليوم البحث عن السبب الرئيسي لما آلت إليه الأمور من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية مؤخرا لابد لنا أن نؤكد أنه جاء نتيجة لأطول فترة احتلال عسكري في العالم المعاصر وسعي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى تأجيج التوتر عبر سياساتها العدوانية في القدس الشريف أثناء شهر رمضان المبارك ومن ثم محاولاتها لتغيير الحقائق والظهور في صورة الضحية بدلاً من الجاني إن دولة الكويت ترفض وبشدة تلك المحاولات اليائسة من سلطات الاحتلال إسرائيلي في تغيير الحقائق على الأرض وتؤكد على خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها عبر السنوات الماضية بما في ذلك صدور أكثر من سمعمية قرار من الجمعية العامة منذ القرار رقم 181 وكذلك 86 قرار صادر من مجلس الأمن منذ عام 1967 ابتداء من القرار 242 والقرارات الهامة الأخرى كالقرار 478 إلى غاية 2334 والتي تؤكد جميعها من بين جملة أمور على عدم المساس بالمكان الخاص للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا يمكنها مصادرتها كما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي سيد الرئيس إننا وإذ نشيد بالجهود العربية ودولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وما نجم عنها من مأساة إنسانية فاقمت من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة فقد بات لزاما على مجلس الأمن الجهاز المسؤول والمعني عن صيانة السلم والأمن الدوليين أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي راح ضحيتها لغاية الآن أكثر من 256 فلسطيني بما في ذلك في الأطفال والنساء ونزوح أكثر من 75 ألف شخص من بينهم 2500 شخص دون مأوى فطالما بقى مجلس الأمن صامتاً فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها واعتداءاتها بحق المدنيين العزل وسياساتها الاستيطانية فمما لا شك فيه أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي لاستمرار ارتكاب المزيد من الجرائم وهو الأمر ذاته ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني شعبها من جرائم يومية إن تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تطلب منه أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مسائلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجة بالقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ذلك وقفا لعمليات القتل التي تستهدف المدنيين وهدم المباني وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 14 عام والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة وختاماً سيد الرئيس تؤكد دولة الكويت على دعمها لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأم ذات الصلة وموادرة السلام العربية لعام 2002 وشكراً سيد الرئيس